مساكم الله بالخير ويهلا ومرحبا فيكم وعزاء المشاهدين وين ما كنتون حييكم ورحب فيكم عبر القناة الثالثة الرياضية وبرنامج Muscles Rebuilding هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما يخص رياضة كمال الأجسام وهذه الرياضة الجميلة الحقيقة اللي كثير من الناس يمارسها بالفترة الأخيرة ولكن في نقاط الناس ما تعرفها في أمور إيجابية وفي أمور سلبية أثناء التمرين نفسه اليوم نحكي عن عضلة المعدة هذه العضلة الكبيرة اللي تشكل 60 أو 70% اللي لم يكن أكثر من عضلة أو جسم الإنسان لكن شلون رح تكون التمارين كل هذا وأكثر رح تتعرفون عليه من خلال حلقة اليوم مع الكابتن عبد الله الصراف تفضل كابتن عبد الله الكلمة لك يا هلا ويا مرحبا فيكم اليوم في تمرين يديد من عضلة المعدة السيكس فاك العضلة المشهورة جداً والمحبوبة عن جميع الشباب خصوصاً في فترة الصيف شون أمرن العضلة هذه شون طريقتها شنو العضلة هذه تنقسم إلى شنو الحين رح نشوف مع بعض أول شيء العضلة هذه متكونة من ثلاث أقسام القسم العلوي القسم الأوسط والقسم السفلي أنت كلاعب حاب تمرن العضلة هذه لازم تعرف شنو اللي ينقصك أو وين نقطة الضعف عندك علشان تقدر تبتدي بالتمرين طبعاً سواء كان تمرين المعدة أو التمرين الثانية كرتيب التمرين جداً مهم شنو اللي ضعيف عندي أنا عضلة رأس المعدة اللي بالنص ولا العضلة السفلية ايه اللي راح أبتدي فيها التمرين بعض الملاحظات على العضلة هذه أول شيء في أنت وإذا تشوفون العضلات هذه في اللي عندها فورفاك في اللي عنده 6 في اللي عنده 8 هذه شغلات جينية ما أقدر أنا إذا عندي فورفاك أسويهم 6 أو أسويهم 8 ثاني شغلة صففة العضلة في ناس تشوف عندهم العضلات صفين ين بعض في ناس تشوف العضلة شوية فوق شوية تحت ممرتبين هذه شغلات جينية احنا ما حدنا نتحكم فيها او نغير فيها بالتمرين الحين طريقة التمرين الشور راح تكون مثلا اكلمكم انا عن نفسي عندي العضلة السفلية جدا ضعيفة فدائما افضل لما ابلش التمرين هذا ادرب العضلة السفلية العدات طريقة التمرين الشور راح تكون افضل انت كلاعب مبتدأ تبتدي في 20 عدة الى 25 حق كل تمرين طبعا تقدر تدخل جميع التمرين كلهم مع بعض ويصيرون على انهم جولة واحدة الحين راح وريكم طريقة الجولة الشور راح تصير ممكن تلعب كل تمرين مفرق وتريح بينهم مدة 30 ثانية الى 25 ثانية ممكن ان انت تلعب كلهم تسوي ميكس يعني تلعب ثلاث تمارين وارا بعض بعدين تريح ليش اريح فترة كصيرة في عضلة المعدة لان عضلة المعدة تعتبر من العضلات العنيدة اللي انا لازم ادربها تقريبا ثلاث مرات بالاسبوع وفي ناس تدربها يوميا هذا على شونه يعتمد يعتمد على عضلتك انته على استقبال عضلتك حق التمرين هذا في ناس من يتمرن كل يوم يحصل نتيجة احسن من انه يتمرن يوم وترك هل امرنها مع وزن هل امرنها بشكل حر نفس الشيء يتمرن يعتمد على شكل جسمك انته او قابلية جسمك حق استقبال التمرين هذا انا افضل اني العب مرة اوزان مع اوزان ومرة من غير اوزان لان اذا لعبت كل يوم عضلتي تصير ضعيفة الغرض من تمرين المعدة هو فقط بروزها تمرين المعدة يا شباب ما يحرق الفات اللي فوق المعدة الفات هذا يحترق بالتغذية ويحترق بامور ثانية الكارديو ما لا شغل تمرين المعدة في ناس وايض تلعب معدك كل يوم علشان تحرق الفات اللي فوق او الدهون اللي فوق المعدة التمرين فقط يبني العضلة راح نبلش معاكم الان بالتمرين الاول اللي هو رفع الارجل اللي راح يستهدف العضلة السفلية راح يكون بالطريقة هذي راح اعطيكم يا شباب تمارين ممكن تسويها بالنادي او ممكن تسويها بالبيت راح اول شي يكون الجسم مستلقي بالطريقة هذي ممكن يصير فيه ميلان شوية ما في مشكلة اشوف لي شي اثبت فيه جذعي واثبت فيه ايدي الرجل تكون بالطريقة هذي سيدة وبعدين اصاعد لي فوق طبعا نفس الطريقة وانا نازل وانا صاعد لازم تطلع النفس وانت نازل الحركة السلبية تاخذ نفس لما تطلع وتسوي ضغط على المعدة تحاول تشد عضلات معدتك ما في مشكلة من ان انت تنزل تنزل ريلك تحت مستوى جسمك بهذه الطريقة راح تسوي ضغط على المعدة وراح اصير فيه استفادة اكتر من التمريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن سننتقل حق التمرين اللي بعده اللي راح يستهدف منطقة منتصف المعدة لازم في شيء أثبت ريلي بالطريقة هذي الجذع سيدة راح أصعد ليل آخر ما راح أرجع نفس الطريقة هذي راح شوفني راح أرجع ليل نص وأرد أصعد الحركة هذي تخلي العضلة دائما متوترة ما راح ترتاح الغرض أن أنا أتعب العضلة وأريد أستهلكها كثير من أقدر فإذا أنا صعدت صعدة كاملة إذا نزلت رديت حق الوضع هذا أو الوضع هذا اللي هو بداية التمرين شيء أنا قد أريح العضلة أنا ما بل العضلة ترتاح فراح يكون بالطريقة هذي وضعية الإيد ما لها شغلة بشكل عضلة شباب تبتحط إيدك هني تبتحطها هني تبتحطها فوق راسك ما في مشكلة أنت شنو ترتاح له هذا لعشرة عدات نفس ما قلت لك تستطيع رأسك أو المفروض أننا نلعب أكثر 20 إلى 25 كبداية شباب أسبوع عن أسبوع زيد خمس عدات يعني يصير كل تمرين تلعبه 30 عدة 40 إلى أين تصل لكثر ما تقدر 500 عدة 600 عدة هذه هي أفضل طريقة حق المعدة التمرين الأخير الذي استهدف عضلة رأس المعدة سيكون نفس الطريقة اللي بلشت فيها حق عضلة مفتصف المعدة ولكن سأرفع الجذع اللي فوق بس اللي هو الرأس والرقبة وشوية من الأكتاف لما أحس بشد في منطقة رأس المعدة بالطريقة هذه نفس الشيء الإيد ما يفرقه حطا هنا أو هنا سأصعد بالطريقة هذه إلى العشر عدات هذا أنا أضمن أن أنا دربت عضلتي بالكرامل سفلي منتصف علوي أكرر مرة ثانية أنت شنو ناقصك شنو تبتدي فيه أول شيء وهو اللي أهم في عضلة المعدة سأعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في تمرين ثاني أتمنى أنكم استفدتوا من تمرين العضلة هذه ابتدي نكون وصلوا إياكم لختاب حلقة اليوم وهذه التمارين الجميلة لتمارين المعدة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه التمارين مع الكابتن عبدالله الصراف نلتقوا إياكم إن شاء الله في حلقة باتشر إلى ذلك الحين مع السلامة